أركان الصلاة نعم كم هامني نعم أربعة عشر هذا علم تمام تكبيرة الإحرام يعني قول الله أكبر ليس رفع اليدين رفع اليدين واجب قراءة الفاتحة قراءة الفاتحة في السرية وفي الجهرية وفي كل ركعة وفي الحضر وفي السفر نعم تسقط الفاتحة في حالة واحدة فقط إذا أدركت الإمام راكعاً الله أكبر وكبر تكبيرة الإحرام وأدخل معه في الركوع تسقط عني الفاتحة بقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم والركوع الرفع من الركوع لكن لا هكذا الله أكبر لا بد يستقيم قائم يرجع كل فقار إلى مكانه نعم سجود عضاء السبعة الجبهة والأنف واحد باطل الكفين الركبتين وباطن أصابع الرجلين أي سجدة الأولى أو الثانية بوث تمام الاثنين وكلاهما تمام والرفع منه نعم لا هو ما قال مو قال جلسة هو قال الرفع هذا ركن وقال السجود ركن ثاني هو اثنين جاب ركنين الآن بعد السجود قال الرفع منه والجلسة بين السجدتين ركنين نعم لأنه ممكن يرفع ما يجلس لكن هو رفع وجلس ركنين نعم طمأنينة كيف نعرف أنا طمأنينة أن يقول الذكر الواجب في كل ركن يعني لو في الركوع قال سبحان ربي العظيم حصل الطمأنينة في الغالب يعني طمأنينة ما ينقر السلاة الله كبر الله كبر الله كبر نعم باطلة نعم ترتيب بين الأركان ترتيب بين الأركان يعني لابد قيام تكبيرة إحرام قراءة فاتحة ركوع رفع هكذا لابد يرتب الصلاة نعم تشاهد الأخير طيب صلاة فجر تشاهد أخير أو أول هو تشاهد واحد لا صلاة فجر تشاهد واحد هذا أخير أو أول أو ركن أو إيش اسألوا نعم ركن ما شاء الله الصلاة إذا كان فيها أكثر من تشاهد التشاهد الأخير ركن إذا فيها تشاهد واحد التشاهد اللي بعده تسليم هو الركن خلاص تمام نعم والجلوس لا أشفى يقول التشاهد يعني قول التحيات لله والصلوات والطيبات والجلوس لا ممكن تشاهده قائم قال لازم يجلس حتى يقرأ تشاهد تمام نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ركن نعم في أي تشاهد أخير تشلیم تشلیم تان تمام